كان اجتماع جد هام مع النقابات اليوم في الإشكالية اللي كان عفوها في ميدان ديال التعليم اليوم ولكن اجتماع الحمد لله إيجابي يعني كان فيه حوار اللي هو جد وكانت واحدة جدية في العمل الإخوان الممتنين ديال النقابات جابوا يعني المطالب ديالهم اللي هي مطالب اللي نقشناها وتحونا فيها اللي هي مطالب يعني مهما لكتهم يعني الناس القطاع ديال الطبية الوطنية هذه كانت مناسبة أنه باش نتجاوبوا معها وممكن نعطيكم بعض يعني التوجهات اللي احنا قررنا باش غدي نمشيوا فيها إن شاء الله أنه غدي تم أولاً تجميد ديال يعني النظام الأساسي ديال التعليم باش إن شاء الله كذلك تكون فيه واحدة إمكانية ديال التحسين ديال الدخل ديال يعني الموظفين والموظفات لموجودين في القطاع ديال الطبية ديال التعليم كانت نقطة يعني تانية اللي هي تهيئة عند الأهمية ديالها لتكلموا على الإخوان ديال الاقتطاعات شرحنا الإخوان ديال النقابات بأن الاقتطاعات مرت من واحد المرحلة اللي هي يعني إدارية وصلت أنه الاقتطاع كين واللي صالح غدي خوجه من هنا يومين ويعني من الصعب أنه بالنسبة لهذيك الشهور الأولى اللي كانت نرجعه على الاقتطاعات ولكن اقترحنا عليهم أنه يعني الإضرابات الكبيرة هي هذي اللي جات من بعد اللي غدي تكون يعني في الشهر المقبل لأنه يكون واحد الحوار ونقاش داخل يعني لكوميسيون اللي غدي يشتغلو باش يحاولوا إن شاء الله نخفو من هذي شيولا نجوجوه في المستقبل تانياً تالتاً غدي تكون إن شاء الله الجناء وزارية ولكن ما قررنا لكتر أساسي شاكيب بن موسى وغدي يكون معه السيد وزير الشغل السيس كوري وغا يكون معه السيد القجاع الوزير ديال يعني الميزانية وغادي يتعاملوا معهم بعدد من الاجتماعات إن شاء الله باش نحاولوا نخدموا على هذك التحسين ديال إن شاء الله التعديل ديال القانون الأساسي ويلقاء الحلول ديال جميع يعني المشاكل اللي هي مطوعة وهذا شي تاخد فيها تاخدنا في قرار أنه إن شاء الله في حد أقصى على مكسيموم لميت النور 15 من يناير يعني إن شاء الله يكون التوافق بين الأطراف وتبدأ تطبيق ديال هذا التوجه وهذا النظام الجديد إذن هذه كلها يعني أفاق جد إيجابية اللي غادي نشتهلوا فيها واللي تم عليها الاتفاق مع النقابات مع العلم أنه الحكومة بالطبع قالت بأنه غادي يكون اجتماعي ابتداء من نهار الخميس إن شاء الله نهار الخميس غادي يكون اجتماع مع اللجنة الوزرية باش يشتغلوا على أول يعني على هذا النظام الأساسي ويشتغلوا على هذه الإمكانيات وقلنا لهم بأنه لازم يعني إحنا طلبنا من النقابات وهذا طلب ملح أنه لابدأ أنه غادي نبدون تنقشوا غادي نبدون تحاولوا غادي نلقوا الحلول أنه ولدنا ما يضيعوش يعني الكل خصوة يجعل الأقسام تيالو لأنه حدخلنا في واحد دينامية إيجابية وهالدينامية إيجابية خاصة تكون كذلك في أوجوع إلى الأقسام وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر